وفي تعقيب له خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمدينة 6 أكتوبر أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن حجم الإنجازات المنفذة خلال السنوات الماضية هو حلم كان شبه مستحيل ويستحق أن يتم تسجيله للتاريخ في هذا الإطار أشاد مدبولي بقدرات الدولة وعزيمة مؤسساتها على تحقيق ذلك الحلم في وقت قياسي يعني الحياة التي تعرضت الجهد التي تعرضت من حجم الطرق والمرافق التي تعمل يعني أنا أريد أن الدكتور عاصم قال رقم عرضاً قاله لما عملنا مخطط القاهرة في 2010 فندم وكان معنا الخبراء اليابانيين تعجك الرجل بتعجيك أنا كان فريق عمل من المخططين والخبراء قال لي كلمة أنا كنا مع الدكتور عاصم كنا مع بعض قال لي أنا كشخص بقول لك أنا ما يعني أنا كبني آدم يعني مش هحب أن أنا أكون في عجوم موجود في هذه المدينة في الفترة من 20 ل30 قالوا ليه قد لي بالمعاقلات اللي موجودة وشبكة الطرق القائمة أنتوا هتبقوا مغلقة مدينة ميتة دكتور عاصم قال يعني العربية بتتحرك لا تتجاوز سرعتها من 18 كيلو وقال ما فيش حال وقال يعني كل الحلول اللي حتتعمل يعني عايزة مئات المليارات وقال كده كلمة بقدرات الدولة اللي موجودة أنا معرفش إذا كانت مصر ستكون قادرة على تنفيذ هذه الحزمة من المشروعات الكلام ده إمتى؟ 2010 أنا بس حابة بتوقف قدامنا كلنا على الحمد اللي إحنا بنفتتحه النهاردة وبمسافة بعيدة قوي عن 20-30 في فترة زمنية وقياسية نفذنا اللي هو قال لنا دي مشروعات أحلام لمدة 20 سنة ترجمة نانسي قنقر